موسيقى من المواطنين المغاربة وبالتالي نتوقف اليوم ماليا عند ظاهرتين خطيرة جدا بتت تؤثر سلبا على ما شاهدنا الكروي وتؤزموا علاقة الميدان بالجمهور وهي الشغب الرياضي الأسف الشديد توقفنا عند حالات كثيرة من المشاكل التي تعرضت لها مدن بعينها بكل الأسى والأسف من مظاهر شغب واعتداءات وأمور لا يمكن أن يتقبلها الإنسان اليوم تصدعي أن يكون هناك رأي وهذا الرأي ينحن هو تأطير هذه الجماهير هناك فعلا جمعيات محبين تلعبوا أدوار في التأطير وتلعبوا أدوار أيضا في التوجيه لكن ما هي الأسباب المطروحة لهذا التنامي ولهذه الأساليب كلها نجعلنا نتسأل ونحن نعيش على إيقاع وجود قانون يحارب هذه الظاهرة ويحكم به الآن كثير من الذين تورطوا أو دفعوا من القاصرين للأسف الشديد في الخيرات في هذه الموجة موجة الشغب الرياضي حتى أصبحنا اليوم الأزمة الجماعية أن تخاطبوا كيفية تدبير هذه الإشكالية وبالتالي كذلك على مستوى التقنين الرياضي ولاعب مباريات بدون الجمهور وبالتالي أصبحت ملاعب فارغة من الجمهور مباريات لا يمكن أن تجد فيها حماسا كرويا بدون أن يكون هناك مشجعين وبالتالي القانون انطبق له التابعات ومن هذه التابعات هي سلبيت تنفيذ قرارات تحكيمية ضد الفرق التي تعرضها في ملاعبها وفي مباريتها لمظاهر الشغب الرياضي بالتوقف الجمهور من ولوج الملاعب أصبحنا أمام مظاهرة فارغ الملاعب وهذه مشكلة كبيرة ثم في المقابل تضرر أيضا هذا الفعل الرياضي مقابل أخر نعيش على إقاع وجود جماهير تحب كرة القدم وتريد أن تذهب إلى الملعب وهي لا تقوم بأي شغب الرياضي ما دنبوها في ذلك والآليات لمساعدتها وتدبير الأمر على أن يجيج هذا الجمهور الملعب ويشاهد مباريات في الكرة القدم كما عيشنا في عصور كانت هناك الأمهات والأباء والعائلات والأسر المغربية تذهب جماعة نحو الملاعب وتشاهد هذه المباريات في عز بداية النهضة الكرة أمام نهضة كبيرة وأمام انتصارات وأمام قابلية للولوج والتفاعل مع الأحداث الرياضية نجيل هذه الأمور بالتالي علينا أن نسعى جاهدين وهذه من الأمور التي يجب أن نوطد لها هو تأطير المجتمع وتأطير المجتمع على مستويين أولا أولا المدرسة العمومية أو التعليم الوطني يجب أن يكون مساندا ومواكبا من خلال التوعية والتأطير وأن يكون هناك خيرات جماعي لفعالية المجتمع المدني لكل الجمعيات التي تلعب أضوارا تكاملية في هذا الباب ثم من جهة أخرى الأسرة المغربية الأسرة المغربية عليها أن تكون حاضرة وأن تكون مرتبطة بحب أبنائها وبنتها لكرة القدم بالتالي عندما تحدث على القاصرين يجب أن يكون لهم مرافقة تامة لأبائهم وأوليائهم لدولوج الملاعب ثم هنا المسألة تتسعي كثير من الإجراءات الأخرى المواكبة إلكترونيا ولوجيستيكيا حتى يكون هناك توفير البنيات التحتية اللازمة لحدى موجود تغارات هنا وهناك أحيانا يكون متسبب فيها أشخاص لهم ميولات وأشخاص مدفوعين ربما لأسف الشديد وفي نهاية المطافة الضربة تكون مكلفة لكثير من الأناس الأخرى الذين لذنب لهم في هذا الموضوع الشغب الرياضي الآن أصبح ظاهر عالميا ويجب أن نقاومه دون أن نمس تماما بهذه الرياضة الشعبية وكرة القدم وجماليتها ورعنقها والحضور جمالية ليعزز ويقوّل حماسة في نفوس اللاعبين أثناء إجراء المباراة باش يوصلك جديد فيديوهات لأنباء تيغي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس